موسيقى هذه بعض ما صنعت أيدي المهربين الذين وظفوا ذكاءهم في غير موضعه لإخفاء مخططاتهم الإجرامية وابتداع أساليب تمويه بالغة في الغرابة لتمرير السلاع المهربة والإفلات من العقاب إلا أنهم بلا شك واقعوا موسيقى ولاية غليزان عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة سيد محمد بن علي تمكنت من رصد تحركات أحد المغتربين بفرنسا والاشتباه في قيامه بعمليات التهريب أي يدها حركته الدائمة والمستمرة بين الجزائر وفرنسا بتاريخ 16 نوفمبر 2023 تم توقف مركبة المشتبه فيه النفعية ذات الترقيم الأجنبي بسيد محمد بن علي والذي كان بصدد التوجه لميناء وهران والوجه ميناء مارسيليا بفرنسا عملية التفتيش كشفت عن وجود كمية من المواد الغذائية والمشروبات غير أن المفاجأة علب العصير لم تحمل مستخلصات الفواكه بل 1187 علبة سجائر تفنن هذا المهرب في زرعها داخل 132 علبة عصير ولم يكتفي بذلك بل قام بتغليفها وكأنها علبت بالمصنع فهي ليست لتثير انتباه أحد التحقيق مع المشتبه فيه مكن من توقيف شريكه في عمليات التهريب التي كانت تدر أزيد من 13 ألف أورو أي ما يزيد عن 300 مليون سنتيم بقيمة السوق السوداء في كل عملية تهريب أعمى الربح السريع هؤلاء الذين تسقط حيالهم أمام يقضة مصالح الأمن الوطني التي تضرب موعداً مع كل من أجرم ولو بعد حين ترجمة نانسي قنقر